يختتم البرلمان الأفريقي الثاني للشباب اليوم في العاصمة المغربية الرباط يختتم أعماله التي تمتد على مدى يومين وخلال الجلسة الفتاحية والتي أقريت يوم أمس دعا رئيس البرلمان الأفريقي فوتين زيفانيا شاروميرا إلى تنسيق أعداد وتنفيذ استراتيجية معجهة للشباب لا سيما فيما يتعلق بتبسيط إجراءات النقل بين الحدود والهجرة والسفر بين البلدان الأفريقية بحرية هذا كما أوضح شاروميرا أوضح أنه بالرغم من غنى الإمكانات الاقتصادية التي تزغر بها القارة الأفريقية إلا أنها لا يزال شباب القارة الأفريقي معرضا للإقصاء ولا يستفيد من مختلف الفرص المتاحة لتحقيق الريادة اشتركوا في القناة